كل شيء تمام جاهز نحن live طيب السلام عليكم ورحمة الله وعنق الزجاجة اللي صار أحد المصطلحات التقنية المتعلقة في تجمعات البي سي والهاردوير بشكل عام هذا الفيديو توضيح بسيط وتفاصيل ممتعة عن عنق الزجاجة تابعونا موقع CDK Deals هو متجر إلكتروني يقدم فاتيح ترخيص ويندوز والكثير من الألعاب على مختلف المنصات Steam و YouPlay و Origin بإمكانك البحث عن ويندوز 10 في مربع البحث وتختار أول نتيجة طلعت لك ويندوز 10 نسخة OEM بتكبس على PINOW بتدخل حسابك وإذا ما إلك حساب بإمكانك تعمل حساب من خلال الضغط على SINUP وتدخل إيميلك وكلمة سر واسمك وما تنسى تستخدم كود الخصم الخاص في القناة M2T بحيث تأخذ تخفيض بنسبة 20% الآن بتعمل Submit Order تختار طريقة الدفع أنا راح اختار فيزا هيك تمت عملية الشراء اكبس على View Key اكبس على Get the Key اعمل Copy من هون والآن نروح على خصاص الكمبيوتر من هون اختار Change Product Key اعمل Based في هذا المكان Next Active والآن مبروك صار عندك نسخة ويندوز 10 أصلي رابط الموقع في صندوق الوصف إذا حاب تعرف أكثر عن CDK Deals قبل ما نبلش إذا أنت مهتم في الPC والكمبيوتر الهاردوير التقنية بشكل عام فإحنا في هذا القناة من قدم محتوى ممتع لا تنسى تنضم إلنا في القناة من خلال الضغط على زر الاشتراك اللي موجود أسفل هذا الفيديو وإذا ملاحظين أنا قاعد بصور هذا الفيديو بدون كرسي ولأنه الكرسي بيعمل لي عنق الزجاجة وأنا قاعد بشتغل حلوهاي عنق الزجاجة عجبتني عنق الزجاجة أو البوتلنيك صار إحدى المصطلحات التقنية المرتبطة في الPC والكمبيوتر بشكل عام فعشان تفهم شو يعني عنق الزجاجة لازم تكون عارفين أنه الكمبيوتر عبارة عن منظومة وهي المنظومة مكونة من عدة مكونات اللي منعرفها كلنا الرام، البورد، المعالج، كرت الشاشة وباقي المكونات هاي المكونات كلها بتشتغل مع بعض عشان تعطيك النتيجة اللي إنت شغال عليها على الجهاز سواء كنت بتلعب أو شو ما كنت تعمل على الكمبيوتر كل هاي المكونات بتشتغل مع بعض عشان تعطيك النتيجة على الشاشة فمفهوم عنق الزجاجة مرتبط بأداء هاي قطعة مع بعض وإذا لاحظت وانا حكيت منظومة منظومة بي سي يعني كل قطعة من مكونات الكمبيوتر بيناتهم علاقة وهي العلاقة لابد من وجودها حتى يشتغل الكمبيوتر بشكل سليم وبدون مشاكل وهون يبدأ مفهوم عنق الزجاجة الآن إذا بتروح تسأل أي حدا مبتدئ في عالم البي سي أو جديد في مجال الكمبيوتر شو يعني عنق الزجاجة رح يحكي لك أنك تركب كرت قوي على معالج ضعيف صح كلامه صحيح لكن هاي الصورة النمطية السائدة عن مفهوم عنق الزجاجة لكن مفهوم البوتلنيك أو عنق الزجاجة أعم من هاي الفكرة أو من هذا المثال بشكل عام عشان تكونوا فهمين الآن كل قطعة من مكونات الكمبيوتر تعتمد على أختها يعني المعالج يعتمد على الكرت أو الكرت يعتمد على المعالج والمعالج يعتمد على الرام وبدون وجود مدربورد الكمبيوتر ما بيشتغل لازم كل هاي المكونات تكون شغالة بنفس الكفاءة وبنفس الطاقة وانا بعرف انه عشان تكون امور واضحة لازم نعطي مثال فمثلا اذا كانت عندك نجميعة مبنية على رايزين سفين 3800X مركب معها كرت شاشة جي تي اكس 1650 عادي تمام وعلى هاي التجميعة مشغل لعبة معينة واجه ببالك انك بتلعب على 2K كلنا بنعرف انه 2K بدها موارد قوية وجهاز قوي لا حد ما وال1650 العادي اللي عنا هو على باب الله حده Full HD فهنا اذا بتلاحظ العنصر المسؤول عن إظهار الجرافيك أو الرسوميات أو كل ما يتعلق في المجسمات اللعبة هاي من مهام كرت الشاشة لانه هو العنصر المسؤول ومخصص للعمليات التي تعمل على إظهار المجسمات والرسوميات اللي انت بتشوفها في الألعاب وكلما ارتفع الدقة يعني بدك دقة وضوح هذا بيزيد العبئ على كرت الشاشة فهنا في حالة نهاية بتلاحظ انه كرت الشاشة شغال بأقصى طاقة إله حتى يعطيك تجربة وامتازة ويلحق الفريمات أو يعطيك على الأقل يعني عدد الفريمات انت تكون تجربتك سلسة في اللعبة وفي الجهة الثانية بتشوف المعالج قاعد وشغال على 20-25-30% بأقصى حد في الحالة اللي بنحكي فيها فهنا بيجي دور التكافأ وعنق الزجاج اللي احنا بنحكي عنه فالعلاقة اللي بنحكي فيها انه كل هاي القطع لازم تكون شغالة بنفس الليفل وبنفس الطاقة يعني اذا الكرت شغال عندي بنسبة 90% المعالج بدي يكون شغال عندي بـ 80-90% عشان يكونوا شغالين مع بعض الاثنين هذا هو الحالة المثالية اللي كل الناس تطمح انهم يوصلوا لها بس هذا الاشي مش موجود لانه هذا الاشيء يعتمد على نوع اللعبة الاعدادات اللي بتلعبها محرك اللعبة نفسه فهذا الاشيء يعتمد على عدة معطيات ومتغيرات تختلف من شخص الى اخر ومن لعبة الى اخرى والان صارت عندنا المعلومة انه عنق الزجاجة نتيجة ضعف في مكونات احدى القطع بتحدد من ادى باقي مكونات الكمبيوتر ممكن حدا يسألني الان هل انه فقط عنق الزجاجة بصير بين الكرت والمعالج طبعا لا كيف راح اجاوبك بدي افترض انه عندك تجميعة هاي اندو بتعطيكي فريمات قد ما بدك يعني تجميعة بتطير في الهوى اللي حالها بس عندك تجميعة او عندك شاشة ستين فريم هل راح تستفيد من عدد الفريمات العالي الشاشة ستين فريم للناس الجدد يعني قادرة على عرض ستين صورة في الثانية وتجميعتك زي ما حكينا قادر على اعطاءك اكثر من ميتين واربعين فريم او اكثر من ميتين واربعين صورة في الثانية فهل راح تستفيد من الفريمات اللي راح تدير عن ستين فريم ما راح تستفيد فيهم في المجمل هاي احدى حالات البوتلنيك او عنق الزجاجة ومثال ثاني بدي افترض انه عندك تجميعة ما شاء الله عليها لكن بدون اس اس دي عندك هارد ميكانيكي عادي من نوع الاتش دي دي وكلنا بنعرف انه هاي الهاردات بطيئة في الكتاب والقراءة يعني بتحم بالك كنت تشتغل عليها وكانت طبيعة شغلك تعتمد بشكل كبير على القراءة والكتاب للبيانات مثلا اذا كنت حدا بيشتغل في صناعة المحتوى هذا الموضوع بيهمك كثير فاذا كنت شغال على برنامج معين عندك رامات 64 جيجا كرت شاشة قوي يعني مواصفات جهازك قوية جدا لكن عندك هارد ديسك بطيء يعني بيستقبل المعلومة ببطء وبرسلها ببطء فهاي احدى حالات عنق زجاجة يعني بتكون جهازك شغال باقصى طاقة له ومرتاحة كثير لكن في قطعة واحدة عام لمشاكل او مخرب الحفل كلها مثل الهارد اس طب هل في حل لموضوع عنق زجاجة ينتخلص منه؟ هذا السؤال غلط ما بينسأل هيك الآن اذا انت بدك تحدد شو القطعة الضعيفة عندك في الجهاز فمثلا اذا كان عندك كرت الشاشة قوي كثير ومعارج ضعيف تمام؟ الآن كنت شغال على لعبة معينة احنا نعرف انه كل ما ارتفع وضوح الشاشة او كل ما ارتفعت وضوح الاعدادات اللي بتلعب عليها سواء بتلعب على 10ATP على 2K على 4K هذا الشيء ينعكش بشكل مباشر على اداء كرت الشاشة لانه زي ما حكينا هو المسؤول عن عرض للرسوميات ولغرافيك في الالعاب فانت عشان احنا حكينا انه عندك كرت قوي ومعالج ضعيف الكرت شغال تقريبا بـ 50% والمعالج شغال بأقصى طاقة له حتى يلحق بإرسال البيانات للكرت يعني احنا حكينا ان المعالج في له وظيفة معين بيخلصها وبيبعث الباقي على الكرت لانه الكرت هو مسؤول عن الرسوميات فهنا الكرت شو بيكون يعمل؟ بيكون يستنى في المعالج في إرسال البيانات المعالج يكون شغال بأقصى طاقة له لانه زي ما حكينا ضعيف فبيكون يبعث في البيانات لكرت الشاشة وهو شغال بأقصى طاقة له وبنفس اللحظة الكرت شغال بنسبة 50% لانه هو قدرته أعلى من هيك يعني بيتحمل أضعاف هذا الشغل فبهاي الحال انت شو بتعمل؟ اذا كنت تلعب عليه 10ATB او وضوح الفل اتش دي ارفع شوي في الليفل يلعب على 2K لما تلعب على 2K بصير في عبئ كبير على كرت الشاشة فكرت الشاشة بصير يحكي لا اعطي دقة اكثر للصورة فبتصير عمليات معالجة عنده بشكل كبير فبيصير يشتغل بدلا من 50% بصير يشتغل بـ 80% مثلا او بـ 100% وانه ممكن تعمل على تخفيف عنق الزجاجة وممكن حدا يسألني الان الرامات لها علاقة في عنق الزجاجة الجواب نعم ولا كيف؟ رح اجاوبك اذا كنت مثلا شغال على صناعة محتوى احنا بنعرف انه صناعة المحتوى بيشتغلوا على برامج منتاج وهي البرامج المنتاج تتطلب احجام كبيرة من الرام وانت كنت مركب 80 جيجا فقط رام فالجهاز بيكون شغال باقصى طاقة له بس الرامات مش ملحق فهونا بصير في عندك عنق الزجاجة من الرامات لكن اذا كنت لاعب ومركب عندك 8 جيجا والعابك شغالي بدون مشاكل هو بتوصل لصقف الثمانية جيجا فهونا ما عندك عنق الزجاجة وامورك طيبة ولا نصر دورك تعمل لايك للفيديو ورأيك في التعليقات عشان انا احكي لك فضل بالمناسبة شو بتحكوله عندكو احنا منسميه بلح با امان الله